صديقنا تركيا العوادي يلتحقوا بنا الآن دكتور حياك الله دائماً هنا في الإعلام يقولون لنا المسؤولين أنتم لا تنتقدون إلا عقوا ما نسوي تجي القرارات طيب الآن ما بعد بدأت الانتخابات أنتش تبغى كيف تكون أو كيف تكون شروط المتقدمين أو إلى آخر لأن الانتقاد الأول على المجال السلماضي طبعاً ليس حققوا أي شيء في أولمبياد باريس ولا الأولمبياد اللي قبله ليس محسوب عليهم طبعاً للمجال قبله لكنهم لم يحققوا في أي شيء هناك تركيز قليلاً على العوائل التجارية اسمها العوائل التجارية وابتعاد هذا الانتقاد مسموع وابتعاد عن أبناء اللعبة لا يوجد شك بالتالي الأهم عندنا بغض النظر عن الأشخاص هي النتائج نقيم أي اتحاد وأي فريق وأي لعبة بالنتائج الحقيقة النتائج غير جيدة مخيبة وغير مرضية مخيبة بشكل كبير وما نتكلم فقط عن الأولمبياد باريس اللي فعلاً خرجنا بدون أي ميدالية وتأهل فقط أربع اتحادات هذه أقل مرة يتأهل فيها كانت في اليابان في توكيو تسع اتحادات معناها أنه عدد الاتحادات المشاركة في الأولمبياد أقل في الأولمبياد الماضية طبعاً مروراً ببطولة الخليج للألعاب الرياضية اللي قيمت في الكويت في 2022 كانت أيضاً نتائج غير جيدة بطولة الألعاب الآسيوية التضامن الإسلامي بطولة الألعاب العربية فهي مجموعة تراكمات كبيرة أوصلتنا لأنه هذه الاتحادات رغم الدعم الكبير اللي تحظى فيه هذه الاتحادات وفيه برنامج استراتيجية دعم الاتحادات ودعمت بأكثر من مليارين ونص يعني قرابة ثلاثة مليار دعمت فقط هذه استراتيجية دعم الاتحادات وتطويرها الاتحادات الناشئة والجديدة ما نلومهم طبعاً بكل تأكيد ما زالوا في مرحلات الناشئة وقاعدين يعدون أنفسهم ولكن الاتحادات الأولمبية اللي تشارك في الأولمبياد وفي البطولات الأقليمية والقارية ما في شكل نحن نلومهم لوم كبير لأنه اليوم الدعم الكبير ما تحول إلى نتائج